كيفية معرفة الاجهزة المنتصلة بحساب الجيميل وكذلك طريقة ازالة اي هاتف سواء كان تابع لنا يعني في حساب الجيميل او هاتف قام بدخول الى حسابنا لشرح هذا الموضوع ان شاء الله وشرح بعض الامور على هذا الموضوع تابعونا بعد الفاصل سلام الله عليكم متابعي ومحبي قناة زهير مرحبا بكم معنا في موضوع جديد وفيديو جديد قبل البدء في موضوع هذا الفيديو ان شاء الله لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليسلكم كل ما هو جديد على قناتكم زهير على بركة الله نبدأ شرحنا لهذا الموضوع بالنسبة لهذا الفيديو ان شاء الله سيكون حول مشكل يعاني من العديد قمت بوضع الشرح سابقا لهذا الموضوع في قناتي لكن هناك بعض تحديثات بطبيعة الحال ساقوم باعدة شرح هذا الموضوع وعن التحديثات التي قابت بها جوجل في الموضوع ان شاء الله لانني يعني تلقيت عديد من التعليقات في الموضوع سنحول شرح هذا الامر وتبسطه ان شاء الله وهو كيفية ازالة الهواتف او يعني اي هاتف سواء كان هاتفك سابقا وقمت بتغييره الى هاتف جديد او هاتف صديق لك قمت باستخدامه في اه الاتصال بحسابك على الجيميل او مثلا اصحاب القنوات قاموا باعطاء قناة لشخص ما لكي يقوم باصلاح عطب ما او اي مشكل في القناة وبالتالي يعني ذلك الشخص لم يزيل ذلك الحساب من هاتفه ويريدنا ازالة الهاتف كي لا يقوم ذلك الشخص بالاتصال بحسابهم الجيميل يعني عديد من الامور يعني في كثير من الاحيان تقع مشاكل بسبب هذا الامر اول شي نقوم بالدخول سواء يعني من ثلاثة اماكن سواء من جوجل كروم او من اعدادات الهاتف عربع اماكن او من تطبيق الجيميل وهذا ما سأشرحه اليوم او من تطبيق اليوتيوب اول شي سنقوم بالدخول الى تطبيق الجيميل كما تروا هنا بعد ان قمنا بالدخول الى تطبيق الجيميل هذا هو الحساب الذي نريد عليه العمل ان كنتم تريدون العمل على حساب اخر يمكنكم تغييره بالضغط على الحساب هنا وستظهر حسابتكم المتوفرة في هاتفكم ويمكنكم الضغط على اي حساب تريدون العمل عليه او تطبيق هذا الشرح عليه انا داك استمروا وتابعوا الشرح الى الاخير بعد اختيار الحساب كما ترون سنقوم بالضغط على ايقونة الحساب هنا كما تروا ثم بعد ذلك ادارة حسابك على جوجل ادارة حسابك على جوجل بعد الضغط عليها هناك كما ترون الصفحة الرئيسية يعني تخص المعلومات والحماية والى غير ذلك ثم المعلومات الشخصية يعني المعلومات الخاصة بالملف او بحسابك الجيميل على سبيل المثال الصورة الاسم تاريخ الميلاد الجينس المعلومات الاتصال رقم الهاتف العناوين يعني عدد من الامور ملفات شخصية الى غير ذلك ثم بعد ذلك البيانات والخصوصية وهذه الامور يعني الثلاث لا تهمنا في هذا الشرح ما يهمنا في هذا الشرح هو الامان الامان هو المهم في هذا الشرح سنقوم بالضغط على الامان كما ترون بعد الدخول الى الامان بطبيعة الحال هناك الحماية اجراءت الامان الاخيرة يعني هنا هاتفين قاموا بالدخول الى حساب الجيميل هناك هاتف من نوع اس عشرين بلوس وكذلك هاتف من نوع اس اتنين وعشرين الترا في نفس التاريخ يعني هاتفين قمت فقط بالدخول الى حساب بهاتف اخر من اجل شرح لكم كيفية ازالة الهاتف الذي لا ارغب فيه بالاتصال بهذا الحساب ثم سنقوم بالنزول الى الاسفل حتى نجد الاجهزة كما ترون هنا الاجهزة الاجهزة التي تم تسجيل الدخول عليها هناك جلستان على هاتف الاندرويت هاتف الاس عشرين وهاتف الاس نين وعشرين الترا يعني هاتفين كيف ساقوم بالغاء اي هاتف من هذه الهاتف ساقوم بالضغط على هذا المكان كما ترون جلستان على هاتف اندرويت اين اثنين وعشرين واس عشرين انا على سبيل المثال الان اعمل ب اثنين وعشرين واريد ازالة هذا الهاتف هناك مشكل يعاني منه بعض الاشخاص او بعض المتابعين تلقيت تعليقتهم لكن لا يفهم هذا الامر قمت بشرحه في التعليقات لكن ربما لن يكون التعليق يعني بالشكل او شرح في التعليق يعني بالشكل المطلوب سنحول ان نشرحها بالنسبة للهاتف يظهر سواء بالاسم يعني كما تروا هنا بالاسم هذا هو اسم الهاتف وهناك طيراز الهاتف طيراز الهاتف هذا اسم الهاتف وهو جالاكسي اس عشرين بلوس وهذا اسم الهاتف جالاكسي اس اثنين وعشرين بلوس او عفوا اثرا لمعرفة طيراز الهاتف نقوم بالذهاب الى اعدادات الهاتف نقوم بالذهاب الى اعدادات الهاتف كيف ذلك سنقوم بالذهاب الى اعدادات ثم سننزل الى اخر شيء في الهاتف وهو حول الهاتف حول الهاتف سنقوم بالدخول إلى حول الهاتف كما ترون هنا اسم الهاتف إلترا 22 أو اسم المنتج اسم الهاتف أو اسم المنتج هذا هو اسم الهاتف اسم الطراز كما ترون سأقوم بتلوينه بلون آخر هذا هو اسم الطراز هذا هو طراز الهاتف يعني عندما نقوم بالدخول إلى حسابنا على الجيميل سواء سيظهر هاتفنا باسمه أو بنوع الطراز أو باسم الطراز لتفهموا أكثر عند الدخول إلى الهاتف كما ترون إلى الجيميل الخاص بنا هنا في هذا المكان سواء سيظهر هذا الاسم يعني Galaxy S22 Ultra أو سيظهر اسم الطراز وهو كما قلنا سابقا يعني SMS98bit هذا ما سيظهر هناك بعض الأشخاص عندما يجدون في حسابهم أنه ظهر اسم الطراز تم اتصاله بالهاتف يقولون أن هناك شخص ما اخترق حسابنا الجيميل لكن لا أحد اخترق حسابك أو لا أحد دخل إلى حسابك فقط نفس الهاتف لكن في المرة الأولى ظهر باسم الهاتف وفي المرة الثانية ظهر باسم الطراز يجب أن تفرق بين هذه المسائل هو نفس الهاتف لكن الهاتف في الحساب في بعض الأحيان يظهر باسم الهاتف مثلا آيفون تريز برو معاكس إلى غير ذلك من الأسماء الهاتف وفي بعض الأحيان عندما تقوم بالدخل إلى حسابك على الجيميل تجد أن هناك مثلا هاتف اسمه اسم 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 تسعون تمانية بي وتقول أن هذا الهاتف ليس لي لا هو هاتفك فقط في بعض الأحيان يظهر باسم الهاتف الهاتف وفي بعض الأحيان يظهر باسم الطراز وهو هاتف واحد اتفقنا؟ يعني هذا هو المشكل الذي يقع فيه بعض الأشخاص يجدون اسم الطراز ويعتبرونه أنه اسم هاتف ثم يقومون يحاولون بحد فيه وعندما عدة محاولات لا يريد ذلك الهاتف أن يقوم بالخرج من الجيميل ويقولون بأنه تم اختراق حسابه وحاولت عدة مرات من أجل حساب ذلك الهاتف عفوا لكن دون جدوى هذا أمر طبيعي عندما تجدون هاتف لا تعرفون اسمه ادخلوا إلى إعدادة الهاتف كما شرحت لكم ثم اذهبوا إلى حول الهاتف ثم بعد ذلك ستجدون اسم الهاتف وكذلك اسم الطراز كما ترون وإن وجدتم أن هذا اسم الطراز موجود على الجيميل الخاص بكم فهذا هاتفكم فقط وليس هاتف شخص ما تم يعني أو قام بالدخول إلى حسابكم إلى غير ذلك إن لم تجدوا أحدا من هذه الأسماء أو هذه الأنواع مثلا اسم المنتج أو اسم الهاتف وكذلك اسم الطراز لم تجدوا هذه الأرقام في حسابكم ووجدتم مثلا اسم آخر أو اسم طراز آخر فذلك يجب حدفه مباشرة إن لم يكن لكم هاتف سابق يعني قمتم بتغييره من قبل عندما نقوم بهذه الأمور ونعرف أنه هاتف غريب عننا وليس تابع لنا نقوم مباشرة بالدهاب كما قلنا في الشرح إلى الأمان ثم النزول إلى حتى نجد الأجهزة ثم نضغط على الأجهزة مباشرة هنا بعد ذلك ننزل حتى نرى ما هو الهاتف الغريب في هذا الحساب المتصل بهذا الحساب هذا الهاتف هو الذي أعمل به الآن وهذا لست أعمل به لهذا هذا الهاتف الذي سأقوم بحثفه من حسابي لكي لا يبقى متصلا بحسابي ويقوم صاحبه باختراق معلوماتي أو صوري إلى غير ذلك سنقوم بالضغط على هذا السهم الصغير هنا كما ترى هنا تسجيل الخروج البحث عن الهاتف ألم تتعرف على الجهاز أو الجلسة ما يهمنا هو تسجيل الخروج لا يهمني مكان الهاتف أو التعرف على الجهاز أو الجلسة هذا لا يهمني فقط أريد أن أقوم بحثف هذا الجهاز من حسابي على الجمع كي لا يقوم بالتجسس عليس أو أخذ معلوماتي أو أخذ صوري إلى غير ذلك هذا هو الأهم كما ترى سأقوم بالضغط على تسجيل الخروج هل تريد تسجيل الخروج على جالاكسي اس عشرين بلوس سنك جي سيؤدي ذلك إلى إزالة إمكانية الوصول إلى حسابك على جوجل من الجهاز نعم بطبيعة الحال هذا ما أريده سأضغط على تسجيل الخروج كما ترون تم كما ترون هنا تم سجيل الخروج تم سجيل الخروج سنقوم برفرشة يعني هذا كما ترون تم سجيل الخروج سنعود إلى الوراء ثم سنعود نقوم بالدخول مجددا كأننا ندخل لأول مرة ثم نذهب إلى الأمان سننزل إلى الأسفل الأجهزة كما ترون بقي جهاز واحد فقط هنا الأجهزة المتصلة جهاز واحد فقط هو المتصل بحساب عند الضغط عليه سنجد أن هناك حساب واحد فقط هو المتصل جلستك الحالية وهنا تم سجيل الخروج يعني هذا الهاتف قمنا الآن بحذفه من حسابنا الجمال وهذا الهاتف إن قابل صاحبه بمحاولة الدخول مرة أخرى إلى الحساب بطبيعة الحال سأتلقى رسالة الأمان بأنه هناك من يريد الدخول إلى حسابه أو اختراقه يعني أمر مفهوم فقط تركز على اسم الهاتف ثم اسم الطيراز لكي لا تختلط عليكم الأمور وتقول أن هناك من يحاول اختراق حسابكم أو صارقته لكن فقط هو نفس الهاتف وهو هاتفكم وتقوم يعني بمحاولة عدة من أجل حدفه لكن لن يحدث أتمنى أن يكون هذا الشرح مفهوم وسهل إن شاء الله لكيفية حدف الأجهزة المتصلة بالحساب أو طريقة حدف الأجهزة المتصلة بحسابكم الجمال يعني أمر سهل وبسيط بضغطات قليلة فقط وسنقوم بحل مشكلة وإلى هنا أكون أتيت على نهاية هذا الموضوع أتمنى أن ينال إعجابكم إن شاء الله وأن تستفدوا منه لا تبخلوا علينا بالنسبة لمتابعي للجدد بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وكذلك تعليقاتكم الإيجابية أو السربية فهي سبب نجحينا وكذلك تفعلكم سر استمرارنا إلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في موضوع جديد وفيديو جديد إن شاء الله اشتركوا في القناة